أهلاً وسهلاً بكم لو طالبت منكم الآن تخمين اسم التوزيع التي أستعمل فربما لو لا عنوان الدرس لكان ذلك صعب على الكثير منكم أنا أستعمل الآن توزيع 8-13 بواجهة هذه الافتراضية واجهة السينامون قمت بتشخيص واجهة سينامون بشكل كبير وهو الهدف من هذا الدرس حيث سنتعرف على كيفية تغيير مظهر التوزيع وإضافة سيمات وأيقونات وأيضاً التحكم في مكوناتها وأمكنت مكوناتها إضافة إلى إضافة جماليات لسطح مكتبها جميع هذه الأشياء تقريباً رأينا في دورة جمالية لينيكس لكن كنا ركزنا على توزيعات وبونتو الآن نعاود التطرق لأغلى ما رأينا في تلك الدورة لكن بالنسبة لتوزيعات منت أولاً حين نقوم أو قبل أن أبدأ في هذا الدرس أنصح بمشاهدة درس موجود في المجمع لمن لا يعني توزيعات منت هو درس توزيعات منت الثلاثة عشر الدليل السريع للمبتدين موجود في نظم التشغيل توزيعات لينيكس درس على شكل فيديو فيه دليل سريع لأهم ما يجب أن تعرفه لاستعمال توزيعات منت طيب بعد تدبيت توزيعات منت بواجهة سينامون تكون لها عارضة هذه العارضة تكون أسفل أنا قمت بتغيير مكانها الآن سنرى كيفية التعامل مع ذلك إذا ندخل إلى قائمة سينامون ننتقل إلى إعدادات سينامون وهنا في الشريط نجد نص القائمة يمكن كتابات ما نريد نجد أيقونات القائمة يمكن أن نغير هذه الأيقونة هنا ونجد تخطيط سطح المكتب في ثلاث خيارات الخيار التقليدي هو الشريط في الأسفل يكون افتراضيا تكون هذا الشريط هنا أسفل أو مقلوب الشريط الأعلى هو الذي أستعمل الآن ولدينا كلاسيكي شريطين سفلي وعلوي في حال اخترت شريطين سفلي وعلوي سيكون الشريط العلوي والذي موجود فيه جميع مكونات الشريط والشريط السفلي سيكون فارغ هنا ملاحظة أنك إذا غيرت التخطيط ستحتاج إلى إعادة تشغيل سينامون لإعادة تشغيل سينامون لا تحتاج لإعادة الدخول الخروج والدخول من الجلسة لكن يمكنك فقط الضغط على ALT زائد F2 F2 وإدخل حرف R والضغط على ENTER فيتم إعادة تشغيل واجهة سينامون دون أن تفقد أمرك إذن أقوم بإلغاء هذه العملية إذن بعدما تقوم باختيار تخطيط سطح المكتب الذي تريد يمكنك بعد ذلك تغيير أمتنات مكونات الشريط لذلك تقوم بتفعيل هذا الخيار ووضع تحرير الشريط وتقوم بجر المكونات للمكان الذي تريد يمكنك أيضا لو قمت باختيار الشريط أو التخطيط الكلاسيكي شريطا سفلي وعلوي يمكنك أيضا جر مكونات من الشريط العلوي إلى الشريط السفلي لإلغاء مكونات من الشريط مثلا هنا ألغيك مكونات الذي يمكن من التنقل بين البرامج والنوافذ المفتوحة تدخل على برامجات في إعدادات سينامون تدخل على البرامجات وهنا يمكنك إزالة التفعيل عن المكونات التي لا يترك مثلا الشريط الخاص أو المكون الخاص بالتنقل بين البرامج المفتوحة هو مكونات从 ciينامون ويندو لس قمت بإلغاء تفعيل لأني أستعمل هذا الشريط هنا سأرجع له بعد قليل إذن الآن هذا بالنسبة للمكونات لو أردت تغيير سيمات سينامون الواجهة مثلا لاحظ هنا السيمة هذه هنا سيمة شفافة نوعا ما كيفية ظهور هنا مكونات الشريط أيضا تدخل في سيمات سينامون لذلك تدخل على إلدادات سينامون السيمات وهنا تجد سيمات يمكنك الاختيار بينها هناك سيمات مثبثة بدئيا هناك سيمات يمكنك أن تضيفها بنفسك مثلا هذه السيمة أنا قمت بتحميلها وإضافتها بنفسي كيفية الإضافة والاختيار سأتترخلها الآن إذن أقوم بالاستعانة بدورة جمالية لينكس تجدونها في نظم التشغيل على المجنو نظم التشغيل جمالية لينكس أو في قناة المجمع الإعلامي على اليوتيوب تجدون هنا لينكس دورة جمالية لينكس إذن هنا كيفية إضافة وتغيير سيمات وأيقونات شديدة على توزيع منت مشابه لكيفية إضافة وتغيير سيمات وأيقونات على توزيع أمود إذن يمكنكم مشاهدة هذا الدرس لتحميل أيقونات والسيمات خاصة بتوزيعات منت أيضا لكن طريقة التغيير أولا أذكر أنه تقوم بتحميل السيمة أو حزمة الأيقونات تقوم بفك الضغط عنها وفي مجلد هوم المنزل تقوم بإظهار الملفات المخفية وتقوم بنسخها في مجلد تامز بالنسبة للسيمات ومجلد .icons بالنسبة للأيقونات لكن في توزيعات منت لا تحتاج لا تحتاج لإضافة برنامج GNOME TWICTOL الذي كنا اخترناه أو أضفناه لتغيير السيمات والأيقونات بعدما تقوم بتحميل ونسخ السيمات والأيقونات لمكانها هناك ادخل على إعدادات سينامون وهنا تومس إلى إعدادات أخرى هنا لك أمكانية إختيار سيمات الإيقونات .تختار الأيقونات التي قمت بإضافتها هناك أيقونات إفتراضية أيضا هناك لديك سيمات GTK Plus تختار من السيمات التي قمت أيضا بتحميله وإضافتها هناك أيضا سيمات إفتراضية أذكر أنكم سيمات GTK Plus هي السيمات المسؤولة عن مظهر النوافد مثلاً هنا هذه السماء سماء جيتكي بلوس هي المسؤول عنها طيب اعيد او اعود لإعدادات اخرى لدي سمات النوافذ هنا يمكن ان اغير من فيها او باختيارها سمات هذا الشريط هنا اعلى الموجود به زر التصغير التكبير والغرق هذا الخيار اللي يفاعل يحتاج ايضا الى اعادة تشغيل وجهة نفس الطريقة الالت اف اثنان وادخال حرف ار بي الفرنسي فيها تم تفعيل هذا الخيار سمات النوافذ بالنسبة للخيارات الاخرى لا تحتاج لإعادة تشغيل وجهة السينامون طيب هذا من نسبة للسمات والايقونات اذن انصح بقراءة هذا البرس لمعرفة كيفية تحميل سمات وايقونات جديدة بالنسبة للجماليات مثلا هذا المكون هنا الموجود على سطح المكتب هو مكون خاص بكانكي كانكي ايضا تطرق له في درس من دروس جماليات لينينكس هذا الدرس كيف تجعل سطح المكتب بدور عامة معداد كانكي وهنا اشير الى انك لو وجدت السيمة اعجباتك بالنسبة لكانكي عليك اختيار او تحميل الواجهة او السيمة الخاصة بجنوم شيل وليس واجهة يونيتي او واجهة كنوم كلاسيك اذا هذا المنسبة للمكون كانكي شارع الدكي الذي استعمل هنا يمكن تحميله او تثبيته من من مدير التطبيقات في توزيع تمنت وتشغيله كما رأينا في درس كيف تجعل نظام كيف يبدو رائع عن مشاريع التنكي مع شارع الدكي نفس الشيء ينطبق على شارع الدكي في توزيع تمنت نفس الشيء ينطبق على الترفية نفس الشيء ينطبق على مؤثيرات يمكنك تثبيث برنامج كامبيس كونفيك او مدير اعدادات كامبيس كونفيك وهنا تفعيل المؤثيرات التي تريد اذا جميع تقريبا هذه الدروس التي رأينا هنا في دورة جمالية لينيكس يمكن استخدامها ايضا في توزيع تمنت طريقة تغيير مكونات الواجهة رأيناها في اول هذا الدرس بعد ذلك يمكنك اختيار السيمات والايقونات التي تريد بعد ما تقوم بتحميلها كما شرحت في هذه الدروس لكن لم تحتاج لبرنامج اضافي اعدادات سينامون يمكنك من خلالها تحكم في سيمات سينامون ايضا سيمات سينامون يمكن تحميلها من برنامج او من موقع بالدخول لدرس مثلا هنا في درس اضافة وتغيير سيمات واجهة ايضا سيمات سينامون تكون في نفس الفئة الخاصة على موقع اذا هذا الدرس ستجد فيه رابط للسيمات الخاصة بسينامون ايضا في الاخير اشير الى انه يمكن ايضا التحكم في الخطوط عن طريقة الدخول لاعدادات سينامون الخطوط وهنا تغيير خطوط النظام نسبة لما يستخدم النظام بخط عربي فهنا انصحه بسختم خط عربي ليبدو او لتبدو الخطوط بشكل اجمل اذا اذا ما تلاحظون انا استعمل هنا سيمة شفافة لكن من يريد سيمة شفافة التي استعمل يجب ان يكون له خلفية مناسبة لا تغير الخلفية تغطي عميع غير خلفية سطح المكتب وتختار خلفية اما من الخلفية المتاحة افتراضيا او تضيف خلفية من جهازك تنتخل اي ملف او مجلة تريد فيه صور وتختار خلفية كما تريد مثلا على هذا الشكل اذا بهذا اكون انتهيت من هذا الدرس او اشير في اخير لانك حين تنتهي من نقل مكونات الشريط تقوم بالغاء تفعيل هذا بخير ليبدو الشريط كما يجب اذا بهذا اكون انتهيت من هذا الدرس خصصه لكيفية التحكم في مكونات ومظهر واجهة سينامون وعموما توزيعة منت في استارها الثالث عشر اذا نلتقي بالدرس القادم ان شاء الله الى اللقاء